يا سيدي أردت أن أتكلم عن الصيام الصيام باب العبادة يعني العبادة فيها الصلاة فيها الصيام فيها الحج فيها زكاة ولكن الصيام باب العبادة فما معناه لهذه الكلمة أو لهذه الجملة هذا من حديث أو من أقوال هو حقيقة ورد هذا على أنه حديث الصيام باب العبادة وكأن العبادة إذا أردت أن تدخل إليها حقا فأول شيء عليك أن تصوم لله سبحانه وتعالى كيف؟ كثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرنا بمسألة الرزق الحلال ومطعم الحلال تذكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلى الله عليه وسلم عن رجل رب أشعث أغبر يعني يدعو الله يقول يا رب يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له إذن اللقمة لها أثر في العبادة الطعام له أثر في العبادة إن كان حللا أو حراما إذا كان في صيام فالتأثير أكبر يكون هناك خشوع أكثر الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلمة في مسألة الشبع كان يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى البطنة تذهب الفطنة البطنة يعني عندما تأكل كثيرا خلاص الدماغ ينطفئ هذا بالنسبة للتفكير فكيف إذا كانت تريد أن تخشع يستحيل أن يأتي الخشوع وأنت أو لا أقول مستحيل يعني بعيدا أن يأتي الخشوع وأنت ممتلئ البطنة في هذا يكون حالة خمول للجسد صح فالصوم يساعدك على ماذا؟ على الشعور بالضعف هذا الشعور بالضعف القليل يذكرك بأنك ضعيف وتحتاج إلى القوي سبحانه وتعالى أنك دائما فقير إلى الله سبحانه وتعالى فيجعل الدمعة تأتي بسرعة ويجعل قلب أرق وحاضرا مع الله أكثر من أنك عندما تكون في نعمة ومتغذي ولست في حال محتاج إلى شيء فيكون القلب قاسي فهنا مفتاح العبادة أو باب العبادة كما جاء في الحديث والله أعلم نحن نستشف لا نقول هذا يقينا تفسير إنما نستشف